اشتركوا في القناة منوها بالدور الذي يطلع به الحرس الوطني في المنظومة الامنية وما يتمتع به من كفاءة في اداء واجبه الوطني ثم اشاد المجلس بالفعاليات التي اقيمت بمناسبة احتفالات مملكة البحرين باعيادها الوطنية المجيدة وما صاحبها من فعاليات ترفيهية وسياحية وما تميزت به من تنوع وتنظيم متميز واغبال جماهيري كبير وشكر المجلس ما ابداه المواطنون والمقيمون وكافة من حضر هذه الفعاليات من حس مسؤول اسهم في نجاح الجهود التنظيمية المبذولة في هذا الجانب منوها في هذا الصدد بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية ووزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة السياحة ووزارة الاعلام وجميع الجهات المعنية التي اسهمت في نجاح الجهود التنظيمية للفعاليات بعدها أدان المجلس الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف حاجزا أمنيا في محافظة الإسماعيلية الشمال الشرقي جمهورية مصر العربية الشقيقة معربا عن أصدق تعازيه ومؤساته للحكومة والشعب المصري الشقيق وذوي الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ذلك قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن تصنيف عدد من الكيانات والأفراد كجهات إرهابية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع نظام يضع آلية لعمل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال وتسهيل ممارسة اختصاصاتها مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار حول آليات تنفيذ قرارات لإدراج على قوائم الإرهاب الوطنية وقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة حول استملاك عدد من العقارات للمنفعات العامة لتوفير المساحة اللازمة للتطوير العمراني بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقرير الوزاري المرفوع من سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة